صحة وسعادة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين وأسعد الله صباحكم بكل خير صباح الإشراق والأنوار والإنجازات والتفاؤل في إماراتنا الحبيبة نحييكم مستمعين في حلقة جديدة من برنامج صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعة نور دبي في هذه الحلقة حقيقة نستعرض العديد من المواضيع ولكن نذكركم بأن هذا البرنامج تقدمه الهيئة ليعد نافذة مفتوحة ما بين مؤسسات المجتمعي وما بين المتعاملين مع الهيئة وكذلك نطرح من خلال هذا البرنامج عدد من المواضيع التي تُعنى بالقطاع الصحي في إمارة دبي وفي بعض الأحيان في دولة الإمارات وأحيانا كثيرة كذلك نطرح ما هو جديد في عالم الصحة على نطاق الابتكارات وعلى نطاق الاختراعات كذلك فعموما حياكم الله معانا هذه تحياتي محدثكم حمود يوسف ومن الإخراج محمد الصفار وتحيات كذلك فريق الإعداد بقسم الإعلام بإدارة التسويق والاتصال المؤسسين عموما مستمعين بالأمس تم إصدار الملحق الصحي ملحق البيان الصحي والذي تصدره صحيفة البيان بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي هذا الملحق يحوي العديد من المواضيع الطبية والدراسات والأخبار العالمية كذلك في هذا المجال فاللي حاب يطلع على هذا الملحق يقدر أن يدخل موقع البيان .ae وبيحصل هناك اللينك الخاص بالبيان الصحي اليوم أنا اخترت لكم هذا الخبر من أخبار البيان الصحي يقول الخبر مضغ العلكة يحرق مئات السعرات الحرارية مضغ العلكة يحرق مئات السعرات الحرارية وضعت دراسة بريطانية جدول يربط بين نوع الرياضة ومدتها المطلوبة من أجل حرق سعرات حرارية تسببها كمية محددة من الطعام وجاءت الدراسة بأرقام ونتائج مفاجئة من بينها أن مضغ العلكة رياضة تستطيع أحراق مئات السعرات الحرارية فالسعرات الحرارية تدخل إلى جسمك وغيرها تخرج منه ولكن ليس بالضرورة أن تكون متساوية بالمقدار وإن كانت مضادة لها بالاتجاه تلك هي المعادلة الأصعب ما يعتقد الكثيرون أن الذهاب إلى النادي الرياضي يعني إحراق سعرات حرارية كبيرة فيما يتجاهلون كمية السعرات الموجودة بوجبة يظنون أنها خفيفة وهنا تأتي النتيجة المخيبة حيث يزيد وزنهم رغم ممارستهم الرياضة وأظهرت الدراسة البريطانية التي أطلقتها مدرسة هارفورد الطبية جدولا صحيا يربط ما بين نوع الرياضة المطلوبة أو المطلوب ممارستها من أجل إحراق ما يمكن إحراقه من السعرات إذن المجمل أن من بين هذه الدراسة أن مضغ العلكة يعني ينقص الوزن مم منقود يعني ممكن واحد يسوي هذا كرياضة عموما في خبر ثاني يعني خذناه من وكالات الأنباء يقول ابتكار أدوية لعلاج السل الرئوي وتصلب الشرائين هذا الخبر يقول أنه علماء معهد الكيمياء التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسية في إيركوتس أعلنوا أنهم ابتكروا مستحضرات طبية فريدة من نوعها أول هذه المستحضرات الأكسولار الأكسولار هذا الذي سيبدأ إنتاجه بالجملة وهو مستحضر مضاد لتصلب الشرائين ويستمر إنتاج المستحضر الثاني اللي هو برهلوزن أعتقد اسمه برهلوزن المضاد لمرض السل وأشار المدير مؤقت لمركز إيركوتسك للعلوم أندري إيفانوف إلى أن هذا المستحضر ينتج بالاتفاق مع شركة فارما سينتز الروسية وهذا يمكن اعتباره خير مثال للتعاون بين العلم والبزنس على قولتهم تجدر الإشارة إلى أن هذه الشركة الروسية سبقت الشركات الأجنبية على إنتاج هذا الدواء المضاد للسل وحسب قول إيفانوف يعود سبب إلى قلة الاستثمارات في مجال إنتاج الأدوية المضادة للسل باعتبار أنه ليس مشكلة عالمية فمثلا في الولايات المتحدة تشخص ثلاث إلى أربع حالات بالسل في السنة في حين تعتبر هذه المشكلة في روسيا من المشاكل الحادة عموما نحن كذلك ما ننتقل إلى بعض الأمراض الصدرية وحقيقة سنتوجه إلى قسم الأمراض الصدرية بمستشفى راشد أحد الأقسام الهامة التي حققت العديد من الإنجازات خلال السنوات القليلة الماضية والتي أصبحت معها مرجعا لعلاج أمراض الرئى والحساسية لمواطني ومقيمي إمارة دبي والإمارات الشمالية ومرجعا على مستوى الدولة لأمراض الحساسية بأنواعها بما فيها العلاج المناعي للحديث عن هذا القسم وإنجازاته يسرنا أن نصطديف معنا عبر الهاتف الدكتور وليد محمد شريف استشاري الأمراض الصدرية بمستشفى راشد مرحبا دكتور مرحبا أخي يا هلا دكتور صبحك الله بالنور ويا ليه تعطينا فكرة عن الخدمات اللي تقدمونها في قسم الأمراض الصدرية بمستشفى راشد نعم أولا أشكرك على هذه الاستمرار احنا طبعا أنا أعطيك نبذة عن القسم فنا نبدأ بعدد البراجعين نحن نعتبر القسم من أكبر الأقسام التي تنافسين متخصصة على مستوى الدبي واحتمال يكون على مستوى الدولة من خلال عدد الخطائين الموجودين هنا نحن نشوف يعني نقسم عدد المراجعين لعننا حسب الخدمات العيادات نشوف ما يقارب الأربعة ألاف مريض سنويا بعدين عندك المرضى اللي ندخلهم في المستشفى ما يقارب الألف ومئتين لألف وثلاثمائة مريض سنويا يتزايد تقريبا يمكننا 12-15 دمية كل سنة وعندنا عدد من الخصوصات المتخصصة بالجهاز التنفسي خصوصات مطورة تقريبا عندنا 1600 فحص وظائف للرأة نسويه في كل سنة و300 فحص مناظير تقريبا وأيضا عمنا مختبر كامل التجهيزات بتشخيص أمراض أو اعتلالات التنفسية في النوم وحاليا نقوم بفحص تقريبا 16-60 فحص في السنة طيب دكتور يعني نحن تعودنا في كل الأقسام اللي موجودة في هيئة الصحة هناك دائما خطط تطويرية نتيجة للطلب المتزايد على الخدمات التي تقدمها للهيئة والثقة اللي موجودة عند جمهور المتعاملين بأطباء الهيئة والخدمات اللي يقدمونها فهني أبغي أسألكم عن التوسعات والعيادات الجديدة اللي تم استحداثها مؤخرا أو اللي تخططون لاستحداثها خلال هذه السنة نعم نحن طبعا لاحظنا أننا كانت عندنا عيادات تنفسية عاما نسميها نشوف فيها الربو والانتباخ الرأوي والحالات التليف وهذه بس سوينا دراسة ولاحظنا أنه في فئات معينة من المرضى من الأفضل أنه كنت تشوفهم تسوي لهم عيادة متخصصة فأحد هذين المرضى كانوا مرضى ربوشي مرضى التليف الحوصلي مرضى التلالات أمراض النومي المبدأ هذه العيادات الثلاثة اللي أنشأناها أن المريض يشوف كل التخصصات في نفس العيادة بالتوالي يعني مثل عيادة ربو الشديد هي عيادة تحدثناها بس لمتابعة مرضى ربو الشديد فقط ربو العادي يتم تابعته في عيادتنا العادي اتبعنا في أسلوب بيسمونه الوان ستوب شاط معناه أن المريض يعاين من قبل عدة تخصصات في نفس المكان وفي نفس الوقت بغاية تشخيط والعلاج في يوم واحد بدلا من أن يأخذ هذا الشيء عدة أسابيع كما كان يحفظ السابق يشوف المريض تقفية الربو في البداية وهي ممرضة متخصصة في تثقيف مرضى ربو بالنسبة لكيفية تجنب مهيجات الشعب الهوائية وهي أيضا تقوم بتقييم نسبة تحكم الربو عند المريض يذهب المريض بعمل فحص ووضع في الرأس والحساسية بعدين يعمل أشياء بعدين يشترى الطبيب في هذا الوقت يكون خلاص الطبيب جاهز أن يعطيه التشخيص بيلدفع التشخيص في نفس اليوم ونفس الأسلوب التبع في عيادة التليف الحوصلين وفي عيادة الضرابات النوم جميل دكتور وليد يعني في ختم هذا اللقاء كل ما تبغي توجهها لجمهور المتعاملين وكيف ممكن يتواصلون معاكم للحصول على هذه الخدمات نعم يتم التحويل إلينا بطريق مكاني يا عن طريق العيادات الخارجية الموجودة في المناطق المراكز المراكز الصحية المراكز المزهر والمزهر أي عيادة تحول على عيادة تنفسية عندهم يشوون عن طريق الونلاين عن طريق الكمبيوتر بعدين يرسون ياخذون موعد أو الطريقة الثانية هو عن طريق الحواجف بس هذا مخصص المرضى اللي هم عندهم منذكات مثلا فربوا وراح الحواجف من حواجف تحول في الحليم صحيح بس معظم الناس هنطريق العيادات اللي برا هاي الطريقين طيب شكرا لك دكتور وليد محمد شريف السشاري لأمراض الصدرية ما نرأينا قلت لك تابقى تقول كلمة أخيرة دكتور ولا؟ والله أنا أشترك وأشترك على هاي الاستضافة وإحنا دايما نحاول نحسن لخدماتنا على السابق أنه نغطي كل جهات المجتمع وكل فئة ما كانت مغطاية من قبل وإن شاء الله أكثر وأكثر بغاية الأصول إلى مثل ما تقول رؤيتنا إلى مجتمع صحي وآمن وسعيد إن شاء الله دكتور وليد محمد شريف السشاري الأمراض الصدرية بمستشفى راشد شكرا لك هذه المداخلة وكل التوفيق إن شاء الله لجميع العاملين في قسم الأمراض الصدرية بمستشفى راشد أشكرك شكرا جزيلا إذن مستمعينا نحن نوقف مع فاصل قصير وبعدها بيكون عندنا الموضوع الرئيسي لحلقتنا اليوم اللي ما نتكلم فيه حقيقة عن صرطان الأطفال حيث أن هناك فعاليات مقامة في مستشفى دبي بمناسبة اليوم العالمي لصرطان الأطفال والذي يصادف 15 فبراير ما نتعرف على هذه الاحتفالات وما نتعرف أكثر على أورام الأطفال لكن من بعد ما نوقف مع فاصل قصير فابقوا معنا صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مسمعين الكرام أهلا وسهلا بكم في برنامجكم صحة وسعادة وهو البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعة نور دبي حقيقة قبل الفاصل وعدناكم أن نحن نطرح موضوع مهم جدا أن هذا الموضوع الذي يأتي بالتزامن مع اليوم العالمي لصرطان الأطفال والذي يصادف الخامس عشر من فبراير حيث تنطلق في الوقت الحالي فعاليات مستشفى دبي بمناسبة اليوم العالمي لصرطان الأطفال وذلك ضمن الجهود التي تقوم بها المستشفى لرفع الوعي الصحي بهذا المرض والتعريف بأسباب وطرق الوقاية والتعايش مع هذا المرض أعزاء المستمعين للتعرف على هذه الفعاليات وعلى هذا المرض والجهود والخدمات التي تقدمها الهيئة للمرضى نحن سعيدين حقيقة باستضافة الدكتور صالح جبر أخ الصاي أورام الأطفال بمستشفى دبي الدكتور بيعطينا فكرة حقيقة عن هذه الفعاليات وأيضا قبل أن نضطرق نحن للفعاليات دكتور نحتاج أن نتحدث حقيقة عن سرطان الأطفال يا ترى ما هو سرطان الأطفال دكتور بسم الله الرحمن الرحيم ونشكر ذاعة نور دبي على هذه الاستضافة في الحقيقة سرطان الأطفال الآن من الأمراض الشائعة والتي للأسف ما زالت تؤدي إلى حالات من وفيات الأطفال في الحقيقة سرطان الأطفال هو عبارة عن خلايا تنمو بشكل غير مسيطر عليه هذا هو أساس السرطان نتيجة خلل في العوامل الوراثية في هذه الخلايا وهذه تغيرات عشوائية تحدث في هذه الخلايا الهدف حقيقة لا يوجد حاليا طريقة فعالة لمنع هذه التغيرات ولكن الهدف من خلال هذا اللقاء هو التوعي أكثر بالمرض وتعريف الناس والجمهور على الأعراض التي يمكن أن تكون تدل على وجود ورم بحيث يمكن بداية العلاج بشكل مبكر والتشخيص المبكر وبالتالي نسب شفاء أعلى بإذن الله تعالى إن شاء الله إذن السرطان مصطلح عام يشمل مجموعة من الأمراض التي يمكن أن تصيب كل أجزاء الجسم ويشاري تلك الأمراض أيضا بالأورام طيب دكتور يعني هناك عدة عدة أنواع من هذه الأورام عند الأطفال يا ترى ما هي أكثر الأورام شيوعا عند الأطفال في الدولة عندنا في الحقيقة أن أكثر الأورام شيوعا هي أورام الدم أو ما يعرف باسم اللوكيميا فهي تشكل الغالبية العظمى من أورام الأطفال بعد اللوكيميا هناك أورام الجهاز العصبي ويليها بعد ذلك أورام وسرطانات الغدد اللينفاوية أو ما يعرف باللينفومة ثم تأتي مجموعة متنوعة وتشمل جميع أعضاء الجسم الصلبة ما يسمى بالأورام الصلبة وأكثرها شيوعا في الأطفال أورام الكريا والغدد فوق الكلوية جميل دكتور إذا ما تكلمنا عن أسباب الإصابة بسرطان الأطفال يا ترى ما هي الأسباب التي تؤدي إلى السرطان في مرحلة الطفولة في الحقيقة أنه يعني لا يوجد إلى الآن سبب مباشر نستطيع أن نقول أنه السبب الرئيسي لسرطان الأطفال لأن معظم هذه السرطانات في الأطفال تكون نتيجة خلل في العوامل الوراثية في هذه الخلايا يعني يختلف الموضوع عن سرطانات الكبار اللي هناك عوامل إلى الآن معروفة مثل التدخين مثل العوامل الأخرى بعض الالتهابات الفيروسية في الكبار في الأطفال نستطيع القول أنها تغيرات جينية غير يعني معروفة السبب الرئيسي إلى الآن جميل طيب دكتور يعني دائما نذكر أن أي مرض يكون موجود لها بعض الأعراض بعض العلامات يا ترى شو هي أعراض وعلامات الأورام في الحقيقة نشكرك على هذا السؤال وهو يعني الأمان الرسالي الرئيسي للمؤتمر العالمي لسرطان الأطفال وهو التوعية بالأعراض ما يسميها التحذيرية والتي قد تنبئ بوجود ورم في الحقيقة يمكن أن نلخص هذه الأعراض في ست نقاط أولها الشحوب وهو تغير لون الإنسان إلى اللون الباهت العرض الثاني المهم هو وجود انتفاخ أو كتلة محسوسة خاصة في مناطق الرقبة أو البطن العرض الثالث هو أي فقدان غير مبرر في الوزن عند الطفل والتعرق التعرق خصوصا أثناء الليل أيضا بيضاد بؤب العين قد يدل على وجود ورم في شبكية العين أيضا من الأعراض التحذيرية وجود ألم في الرأس الصداع خاصة إذا كان مصحوبا بالاستفراغ خصوصا في ساعات الصباح المبكر أيضا وهو العرض يعني الأخير المهم هو آلام العظام آلام غير مبررة قد هي تكشف عن وجود لوكيميا أو بعض أورام العظام كما هو شاء عند الأطفال جميل أهني دكتور أنا أبغي أتوجه إلى أهمية توعية الأهالي بخصوص أمراض الأورام عند الأطفال يعني بيست على الكلام اللي أنت قلتها أو اعتمادا على الأعراض اللي أنت ذكرتها دكتور يا ترى ما هي الأمور التي يجب أن يستوعبها أولياء الأمور أو الأهالي للمساهمة في حماية أطفالهم من هذه الأورام أو حتى إذا ما كانت مسألة وراثية يعني كيف الواحد ممكن أن يقي أطفاله من الأورام في الحقيقة من ناحية الوقاية دائما أبدأ أن أؤكد على الغذاء الصحي السليم أيضا التطعيمات حيث أن بعض الأورام تنتج عن فيروسات والتي لها مطاعيم أيضا نركز على موضوع الزيارة الدورية للطبيب حتى لو كان الطفل يعني سليم فحيث الزيارات الدورية يمكن أن تكشف مبكرا عن هذه الأورام وبالتالي تسهل علاجها وتعطي نسب شفاء أعلى بإذن الله تعالى إن شاء الله تعالى دكتور أنت ركزت كثيرا على مسألة الكشف المبكر عن أورام الأطفال ودورها في عملية الشفاء دعنا نتحدث عن الجهود التي تقدمونا في مستشفى دبي في هذا المجال في الحقيقة نحن في مستشفى دبي يتوفر لدينا عيادات متخصصة للتعامل مع حالات أورام الأطفال يتم فيها فحص هؤلاء الأطفال وأخذ التاريخ المرضي ولدينا طبعا قسم خاص لإدخال هذه الحالات ومتابعة هؤلاء الأطفال نحرص أيضا على توعية الناس من خلال العيادات الذكية وهي عن طريق الإجابة عن أسئلات واستفسارات الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسنبدأ إن شاء الله تعالى بتنظيم زيارات توعوية للمدارس بحيث أن نوصل رسالة ونوعي الناس بوجود هذا المرض وكيفية الوقاية والعلاج منه جميل طيب دكتور الخدمات التشخيصية والعلاجية اللي يوفرها مستش دبيل للأطفال المرضى هناك العديد من الخدمات كما ذكرت لكن قبل لا أتطرق إلى محور العلاج هنا يدور في ذهني دكتور عن بعض المسببات التي قد تؤدي إلى حدوث السرطان عند الأطفال يا ترى كيف لنا أن نتفادى مثل هذه المسببات مثلا على سبيل المثال الأمور الوراثية أو زواج الأقارب في بعض الأحيان أو حتى بعض الشغلات اللي ممكن تؤثر بشكل أو بآخر والواحد ممكن أن يتفاداها في الحقيقة يعني زي ما ذكرت حدثك موضوع إذا كان في تاريخ مرضي لا سمح الله وجود سرطان في العائلة فهذا يعني بيخلينا نكون حذرين أكثر مع الأطفال الآخرين حيث قد تزيد نسبة حدوث الأورام في الأفراد العائلة الآخرين ويعني هذا من الأمور اللي بتخلينا أن نكشف مبكرا عن وجود الأورام في هاي الحالات يعني مثلا من الأمور اللي يتم تشخيص المرض فيها سواء كان الفحص السريري أو فحوصات المختبر أو حتى الأشعة أيضا هناك الخزعة كذلك تستخدمونها دكتور يعني كل هذه تساعد على تشخيص سرطان الطفولة في مرحلة مبكرة وعلى سرعة علاج الحالة وقد يكون الشفاء إن شاء الله موجود في مثل هذه الحالات دكتور إن شاء الله يعني نريد أن نوجه رسالة من خلال هذا اللقاء أنه نسبة الشفاء لسرطانات الأطفال تقارب 70 إلى 75% وهي نسبة الحمد لله رب العالمين مرتفعة وتعطي الأمل لجميع الأهالي جميل ونريد أن نؤكد أن أكثر أورام الشيوعا وهي اللوكيميا حاليا تصل نسبة الشفاء إلى ما يقارب 85% في الحقيقة طيب دكتور أنا باستمر معك باتقل كذلك حتى للحديث عن الفعاليات التي تقام في مستشفى دبي وهذه دعوة كذلك نوجهها لجمهور المستمعين بأن اللي حاب يتعرف أكثر على يعني الاحتفالية التي تقام بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الأطفال ممكن أن يتوجه إلى مستشفى دبي وهناك الكثير من الفعاليات التوعوية والترفيهية وكذلك الواحد ممكن يلتقي ببعض الحالات اللي موجودة هناك من الأطفال الذين حقيقة تم يعني وضع برنامج كامل برنامج ترفيهي لهم بهذه المناسبة عموماً نحن متواصلين معاكم في هذا البرنامج وعندنا المزيد من النقاط التي سوف نتحدث فيها مع الدكتور صالح جبر خصايا أول أورام الأطفال بمستشفى دبي فأبقوا معنا وأيضاً مستمعين اللي حاب يشاركنا كذلك ممكن يرسلنا على رسالة نصية 4006 أو من خلال الاتصال على الرقم 600551414 مستمرين معاكم إلين الساعة 11 إلا إلا كم ما أدري على حسب كرام المخرج معنا فاصلوا ما أرجع لكم صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وأهلاً وسهلاً بكم في هذا الجزء الأخير من برنامجنا صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي عبر إذاعة نور دبي وبالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عموماً قبل الفاصل نحن كنا نتحدث عن أمراض الصراطان عند الأطفال وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لصراطان الأطفال الذي يصادف 15 فبراير يعني اليوم وأيضاً هناك العديد من الفعاليات التي تقام في مستشفى دبي بهذه المناسبة وذلك ضمن الجهود التي يعني يقوم بها العاملون في المستشفى لرفع الوعي الصحي بهذا المرض والتعريف بأسباب وطرق الوقاية والتعايش مع هذا المرض أيضاً قبل الفاصل وما زال معنا ضيفنا في الستوديو الدكتور صالح جبر خصائي أول أورام الأطفال بمستشفى دبي تحدثنا الدكتور عن العديد من المحاور الخاصة بهذا المرض وطرق الوقاية وأسبابه وأيضاً الأعراض وعلامات هذا المرض وماذا يجب على الأهالي أن يفعلوه عند مشاهدة مثل هذه الأعراض هنا دكتور أبغي أتوجه إلى المحور الآخر اللي هو الخدمات التشخيصية والعلاجية التي يجب أن تتوفر أو التي توفرها من السشفى دبي من خلال علاج الأمراض أنت ذكرت نسب الشفاء والعلاج في بعض الأورام وصلت إلى 85% وبشكل عام في معظم الأورام دكتور أنت قلت أنه ما بين 75% 70% إلى 75% طيب هنا أنا بسأل ما هي طرق علاج سرطان الأطفال في الحقيقة سرطان الأطفال هناك عدة طرق للعلاج يعتبر الأساس والدعام الرئيسي فيها هو العلاج بالأدوية الكيموية يأتي أيضاً بعد ذلك بعض الأورام تحتاج إلى العلاج بالإشعاع أو ما يسمى بالريدوثيرابي وأيضاً تعتبر الجراحة أيضاً من أركان علاج سرطان الأطفال خاصة من علاج الأورام الصلبة فهذه هي الطرق الرئيسية لعلاج سرطان الأطفال إما الكيموية أو العلاج بالإشعاع أو الجراحة طيب دكتور هنا أنا بغي أتطرق لبعض الأرقام والإحصائيات في معدل وقوع ونسب الوفاء في جميع الحال العالم تقدر حالات وقوع سرطان الأطفال بما يزيد عن 175 ألف حالة سنوياً ويصل معدل الوفايات نحو 96 ألف حالة وفاء سنوياً الآن على حسب النسب اللي طرحت من خلال الأرقام الموجودة في المستشفى عن نسب الشفاء أنا أعتقد أن تقومون بعمل كبير وعمل يعني يحسب للعاملين في المستشفى لكن دكتور يعني الغرض من علاج سرطان الأطفال هناك يعني ثلاثة أنواع وهو العلاج الأولي والعلاج المساند والعلاج التلطيفي ممكن تشرح لنا هذه الطرق دكتور العلاج الأولي للأورام يتمثل عادة بالعلاج الكيماوي للقضاء على الخلايا السرطانية العلاج المساند هو من أجل منع عودة أو ما يسمى بانتكاسة الورم حيث يتم إعطاء بعض العلاج الكيماوي أو الإشعاعي لمنع نمو الورم مرة أخرى لقتل الخلايا تقريباً لقتل الخلايا تماماً وهناك أيضاً بعض العلاج ما يسمى بالتلطيفي وهو علاج أيضاً مهم جداً بحيث أننا نتم يتم إعطاء الأطفال إذا كان يوجود هناك ألم يعطى مسكنات للألم إذا كان هناك وجود حرارة بسبب هذه الأورام يتم إعطاء خافضات الحرارة والسوائل والتغذيل وريدية فهذه أيضاً من العلاجات المهمة من أجل شفاء هؤلاء الأطفال طيب دكتور يعني هنا أنا بتطرق أن الآثار الجانبية على الطفل في تلقي مثل هذه العلاجات يمكن عالمياً نشاهد أن معظم الأطفال يفقدون شعرهم مثل هذا يكون مثل يعني حتى صارت أنه مثل براند لأورام الأطفال فشو هي الأثار الجانبية غير تساقط الشعر؟ في الحقيقة يعني من أهم الأثار الجانبية التي يمكن أن تحدث غير تساقط الشعر اللي هو وجود الغثيان، الاستفراغ، أحياناً الإسهال طبعاً نتيجة بعض العلاجات نقص في الدم والصفايح ولكن نريد أن نؤكد أن كل هذه الأعراض يتم علاجها بالنسبة لتساقط الشعر هو من الأمور التي يسأل عنها الأهل كثيراً ولكن نؤكد أنه بعد نهاية العلاج الكيماوي يتم عودة الشعر وينمو بشكل طبيعي بعد توقيف العلاج الكيماوي الأعراض الأخرى مثل الغثيان والاستفراغ يوجد هناك أدوية تخفف منها وتمنعها أما إذا في حالات نقص الدم والصفايح فيتم من خلال بنوك الدم المتقدمة في زمننا الحالي يتم تعويض هؤلاء الأطفال بنقل الدم والصفايح من فترة إلى أخرى طيب دكتور الآن أبغي أتطرق لمسألة جداً مهمة مسألة واحد يجب أن يفهمها، يستوعبها في مسألة الوقاية، وقاية أطفالنا من السرطان نحن تحدثنا في هذه النقطة على عجالة لكن أبغي أتكلم بها في التفصيل بالتفصيل يعني كيف يمكن وقاية أطفالنا من السرطان في الحقيقة هذا من أحد الأسئلة المهمة في الحقيقة الوقاية من سرطان الأطفال يعني تتم باتخاذ المعايير الصحية من أهمها الأكل الصحي المتوازن السليم التركيز أيضاً على تطعيمات الأطفال حيث بعض أورام الكبد يعني تحدث نتيجة التهابات فيروسية ويوجد لدينا مطاعم الحمد لله لهذه الفيروسات أيضاً كما ذكرنا موضوع التوعية بالأعراض التحذيرية وجود أي عرض من هذه الأعراض يعني ندعو الأهل إلى زيارة الطبيب بشكل سريع من أجل التشخيص المبكر وبالتالي من أجل الحصول على نسب شفاء أعلى بإذن الله جميل دكتور هني نتحدث شوي عن خصوصية سرطان الأطفال يا ترى شو هي الخصوصية اللي جعلت أن العالم يجعل يوم للاحتفال بسرطان الأطفال في الحقيقة أنه اليوم العالمي لسرطان الأطفال هو عبارة عن حملة وهي عالمية يتم الاحتفال فيها في جميع أنحاء العالم وأكثر من تسعين دولة حالياً تشترك في هذا اليوم وهو يتم الاحتفال به سنوياً في الخامس عشر من فبراير هدف هذا اليوم العالمي حقيقة هو زيادة الوعي وعي الجمهور حول سرطان الطفولة والرسالة الحقيقية لهذا المؤتمر هو أن علاج سرطان الأطفال هو حق لهؤلاء الأطفال وليس امتياز وعلينا أن نحاول قدر الإمكان منع الوفيات لأنه يمكن تجنبها من نتيجة سرطان الأطفال جميل دكتور عوامل الخطر التي يمكن الحديث عنها في أورام الأطفال وما هي العوامل اللي تجعل أو الجوانب اللي تجعل عوامل خطورة الإصابة بسرطان الأطفال يعني تكون ظاهرة في سرطانات البالغين أو سرطانات الأخرى شو الأشياء اللي ممكن نحن ندق فيها ناقص الخطر في هذا الجانب يعني في الحقيقة يعني من ناحية سرطانات الأطفال زي ما تكلمنا وجود أي كتلة في جسم الإنسان وجود الشحوب وجود ألام الرأس مع الاستفراغ يعني وجود هالأمور يجب أن تسترعي انتباه الناس وأن يعني تجعلهم يعني يستاجلون بزيارة الطبيب من أجل يعني عمل بعض الفحوصات الأساسية والتي يتم من خلالها الكشف عن سرطان الأطفال طيب دكتور نحن ما نتوجه إلى مستشفى دبي حيث يتواجد عندنا هناك الزميل يوسف سعد اللي بيعطينا فكرة حقيقة عن الفعاليات التي تتواجد في المستشفى مرحبا يوسف ألو فصل الخط ومشكلة نحاول نتصل فيه أو حتى نشوف أحد الزملاء اللي يتواجدون حقيقة ضمن الفعاليات اللي موجودة حاليا في مستشفى دبي والتي يعني في الحقيقة تحتفي بهذا اليوم العالمي عموما دكتور نرجع للحديث عن الأورام السرطانية والأمراض عند الأطفال ونتحدث كذلك عن دور الأسرة في دعم الطفل المصاب بالسرطان هذه مسألة جدا مهمة مسألة يجب أن يعيها ذو الطفل هذا في عملية التعامل معه يترك ما هو التعامل الأنسب إذا كان لا قدر الله يعني أصيب أحد الأطفال في أي عائلة بعيد الشر يعني عن السامعين بورا من الأورام السرطانية كيف يجب أن يتعاملوا مع الطفل؟ في الحقيقة هذا سؤال أيضا مهم ويسألنا كثير من الناس الذين لديهم أطفال بالسرطان حول هذا الموضوع نحن نؤكد في البداية على موضوع الغذاء الصحي ونفضل يعني أن يكون هذا الغذاء من أكل البيت حتى يكون نظيفا مئة بالمئة أيضا دائما أبدا نرسل رسالة الأهالي أن تجنب الأماكن المزدحمة التي ربما يكون بعض الناس يعني مصابين زي بالزكام وبعض الفيروسات التي يمكن أن تنتقل لهؤلاء المرضى بحيث يجب أن نعرف أن مرضى السرطان لديهم مناعة ضعيفة وبالتالي ننصحهم أيضا بلبس ما يسمى بالماسك أو قناع الوجه والذي يقيهم من الالتهابات الفيروسية وأيضا دائما أبدا نذكر للأهالي من النقاط المهم أن أي إصابة بالحرارة عند هؤلاء الأطفال يجب عليهم أخذ الطفل إلى أقرب طوارئ حيث يتم بدء العلاج وعطاهم المضادات الحيوية لمنع الالتهابات عند هؤلاء الأطفال طيب أيضا دكتور يعني نلاحظ معظم الأطفال اللي مصابين ببعض الأمراض هما عندهم مواهب خاصة في مسألة الرسم مسألة القراءة ممكن أنا أرجع لهذه النقطة بس أعتقد عندنا مداخلة كذلك من لخت أسماء الجناحية أسماء أنت موجودة في مستشفى دبي تعطينا بس نبدأ عن الفعاليات الموجودة هناك الفعاليات الموجودة راح تبدأ يعني تقريبا الحين ساعة عشر بدأ وفي مثل محاضرات توعوية وجلسات خاصة مع الموجودين وكل زوار مسجفى دبي نحن حاليا موجودين هناك في العيادة الذكية يعني مع الدكتور رهاني محمد حسين وأيضا العيادة الذكية تتكلم عن سرطان الأطفال ممتاز فمعاني دكتور رهاني محمد حسين أخصائي أول أمراض الدم والأورام عند الأطفال يتكلم عن مسببات سرطان الأطفال كيف نحن نقدر نتعرف أن هذا الطفل يعاني من سرطان الأطفال مثل الأم كيف تقدر نتعرف هل ينتقل من الأم الحالي أو لا ينتقل فكل الأسئلة الأكثر شيوعا عند الناس قاعدين نجاوب عليها حاليا عبق أنواة التواصل الاجتماعية الخاصة لهيئة تفحز بي زي انذكرتيني أسماء أنا لأن ما تحدثت اليوم عن العيادة الذكية العيادة الذكية موجودة حقيقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي اللي من خلالها ممكن تتواصلون فيها مع الهيئة بشكل مباشر للتعرف على القضية اللي تطرح من خلال هذه العيادة وهي اليوم حقيقة بعد أنتوا طرحين الأورام السرطانية عند الأطفال ذكرينا بطرق التواصل معاكم أسماء يجبون يتواصل معنا عن تويتر والبريسكوب البريسكوب عنا نقل مباشر مع الدكتور هاني على حسابنا DHA underscore Dبي فيقدرون حين تدخلون عنا على البرنامز إن شاء الله وأي سؤالة حيتم إجابة عليك في نفس الوقت من قبل الدكتور أسمى الجناحي شاكري للتشادي المداخلة ونتمنى لكم التوفيق في العيادة الذكية إذن مستمعين العيادة الذكية اليوم كذلك الدكتور هي تطرح نفس الموضوع وهي مبادرة يعني حقيقة توجهت بها هيئة الصحة بدبي نحو جمهور المتعاملين في وسائل التواصل الاجتماعي سواء من خلال تويتر والبريسكوب على الحساب DHA يعني دبي هيرثاثورتي DHA underscore Dubai وأيضا تقدرون تعرفون أكثر على العيادة من خلال الوسم أو الهاشتاغ العيادة الذكية or smart clinic العيادة كل يوم اثنين وخميس موجودة واللي حاب ياخد تفاصيل أكثر عن الأمراض السرطان عند الأطفال اليوم هم قاعدين ينخشون هذا الموضوع وأيضا سوف تكون هناك بعض الوامضات عبر حساب الهيئة DHA underscore Dubai في الانستغرام دكتور كنا نتحدث والله اسم نستني أنا آخر سؤال شو كنت سألته دكتور تذكر؟ كان عن طرق الوقاية من الورامة طرق الوقاية وكيف يتعامل الأهل مع الأطفال المصابين وكنت ذكرت أيواء أن معظم الأطفال عندهم مواهب مواهب يا ترى هل تستخدمون هذه المواهب دكتور كأحد الطرق اللي يجب أن يتعايش فيها مع الأطفال يتعايش معها الأطفال لتخفيف من معاناتهم من معانات العلاج هذا أم أن هذه بمحظ الصدفة ممكن نقول الأمان أنه زي ما ذكرت أنه هاي المواهب الموجودة في الحقيقة احنا خلال وجودنا بالمستشفى يحاول أن نميها الأطفال يمتلكون عادة جهاز الآيباد ويتم توفير الإنترنت لهم بإمكانهم أيضا من خلال بعض النشاطات والخصائية الاجتماعية الموجودة في مستشفى دبي يتم إعطاهم الفرصة لإبراز مواهبهم ونسعى دائما أبدا لإشراكهم حيث اليوم سوف يتم إلقاء كلمة عن أحد المرضى الذين تم شفائهم ومشاركة بعض الأطفال حتى في المؤتمرات الطبية أسمح لهم بإلقاء كلمة وتكلم عن تجربتهم أثناء العلاج بالضبط وهذه تعطي نماذج للآخرين كذلك أن يشوفون كيف إمكانية أن الواحد يتعايش مع هذا المرض ويتغلب عليه في الحقيقة هذا من أهم الأمور بالنسبة لنا حيث نحاول أن نعمل لقاءات بين مختلف الأهالي حيث تكون تجربة يتكلم الأهل إلى بعضهم عن تجربتهم مع علاج ولدهم وهذا يفيد الأهالي في كيفية التعامل مع الطفل المصاب بالسرطان نعم دكتور تعطينا فكرة عامة عن الفعاليات اليوم اللي بتصير فيه مستشفى أدبي وتوجه لنا دعوة كذلك للحابين يزورونكم ويتعرفون على هذه الفعاليات بشكل سريع دكتور في الحقيقة أنه هاي الفعاليات راح تكون تحت رعاية الشيخ نهيان بن مبارك وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ورئيس جمعية الإمارات للأمراض الجينية كما سوف يعني يكون الحفل بحضور الدكتور أحمد بن كلبان المدير التنفيذي لقطاع خدمات المستشفيات في هيئة صحة دبي والدكتورة مريم مطر وهي المؤسس ورئيس مجلس الإدارة لجمعية الإمارات للأمراض الجينية كما سوف يكون هناك وفد من وزارة الشؤون الاجتماعية سوف يجتمل الحفل اليوم والبرنامج على كلمة للشيخ نهيان بن مبارك ثم يليها كلمة للدكتور عبد الرحمن الجسمي وهو المدير التنفيذي لمستشفى دبي ورئيس قسم أورام الأطفال ثم كما ذكرنا سوف يتم إشراك أطفالنا حيث سيتم قصة شفاء طفل سوف تلقى من أحد الأطفال الذين تم شفاءهم من السرطان بعد ذلك سوف يكون هناك تكريم للطاقم الطبي والتمريضي الذين ساهموا في تقديم خدمة متميزة لمرضى السرطان من خلال جمعية الإمارات للأمراض الجينية طبعا هناك بعض الرعاة الذين نود شكرهم حقيقة مثل شركة الوصل للعقارات من خلال التبرع لمرضى السرطان وأيضا مشاركة دبي سوبر هيرو في تقديم استعراضات للشخصيات الكرتونية من أجل يعني عمل بعض الفقرات الترفيهية لمرضانا نعم إذن دكتور صالح جبر خصاي أول أورام الأطفال بمستشفى دبي نحن شاكرين لك حضورك معنا هذه الحلقة ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله شكرا جزيلا عذاعة نور دبي شكرا لكم والسلام عليكم إذن مستمعين اليوم نحن نحتفل باليوم العالمي لسرطان الأطفال اللي صادف الخامس عشر من فبراير وأيضا كانت هذه الحلقة حقيقة يعني آثرنا أن نركز على هذا الموضوع لأهميته وأيضا للتوعية بهذه المخاطر التي قد يعني تصادف العديد من الأسر حتى نلقاكم إن شاء الله في الغد مع ملف صحي وطبي سوف نطرحه من خلال هذا البرنامج لا يسعني إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لكم مستمعين على حسن الاستماع وأيضا تحياتي لمخرجنا اليوم السيد محمد الصفار وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف وإلى الملتقى غدا ونقول لكم في الختام دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي